منذ وقت ليس ببعيد لم يعرف العالم سوى ثلاثة عناصر غذائية أساسية فقط في الغذاء البروتين والكاربوهايدرات والدهون وكان سوء النظافة هو السبب الرئيسي للإصابة بالأمراض حتى عرف العلماء الفيتامينات واخترعوا المكملات البديلة التي شكلت ثورة في علوم الغذاء فكيف حدث ذلك؟ حتى بداية القرن العشرين لم يلاحظ الكثير من العلماء أن خلط الأرز مع الحبوب يؤدي إلى تدمير فيتامينات بي الحيوية ما يسبب ظهر القروح وتلف الأعصاب وأن تعقيم الحليب يدمر محتواه من فيتامين سي ما يسبب الإصابة بالإسقربوت لكنهم فهموا أن نقص بعض المواد في الغذاء قد يسبب المرض وأن الطعام يحتوي على أكثر من ثلاثة عناصر غذائية سميت المواد الإضافية في عام 1912 صاغ كاسيمير فونغ مصطلح فيتامين في ورقة علمية وقدم رؤيته بأن المغذيات قد تساعد على علاج الأمراض ما أدى إلى ظهور العديد من المكملات الغذائية البدائية مثل فيتامينات الخميرة والخميرة ذات القوة المزدوجة ومركزات الحديد بالمقابل شهد عام 1916 تطوير أقراس ماستنز يست فيتامين لتحوي فيتامينات سي بي وأي والحديد والكالسيوم وناكسفاميكا وقدمت على أنها علاجات للحموضة المعوية والإمساك بالإضافة إلى دورها في تنقية الجلد وزيادة الطاقة واستخدمت كمقويات للمساعدة في زيادة الوزن في حالات الضعف بسبب سوء التغذية مع انتشار الاستخدام بدأ الأطباء يعترفون بدور الفيتامينات وأيدت الجمعية الطبية الأمريكية مزاعم فونك الذي قدم أيضاً عملية لاستخراج فيتامينات A و D من زيت كبد سمك القد وتحويلها إلى حبوب مغلفة بالسكر كبديل للطعم المزعج في عام 1941 رعت الحكومة الأمريكية تقديم أول بديل غذائي مجاني وهو منتج RDAs الذي كان يحوي ستة فيتامينات ومعدنين وذلك بعد التوصل لحقيقة أن ثلث الرجال الأمريكيين الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية كانوا يعانون من إعاقات مرتبطة بسوء التغذية في عام 1973 بدأت شركة تدعى ميغافود في صنع الفيتامينات من طعام حقيقي كما شهد عام 1984 انتشاراً لمنتجات واسعة من الفيتامينات المتعددة مع الإنزيمات والأحماض الأمينية والأغذية الفائقة مثل حبوب لقاح النحل وعشب القمح وعشب الشعير وسبيرولينا اليوم وبعد مئة عام تغير الفهم العلمي لهذا المنتج الثوري وأصبح لدينا العديد من الخيارات حيث لم تعد الفيتامينات تأتي على شكل حبوب فقط بل قد تكون سوائل ومصاحيق ومضغن وعلكة